موسيقى موسيقى على بركة الله مرة أخرى بدون لغة خشب دائما بدون مواد حافظة بدون لغة خشب هذا اليوم النائب البرلماني والقيادي في حزب الحركة الشعبية والخبير الجديد في الأمثال الشعبية المشاغب في مجلس النواة منذ انطلاق الولاية الحالية والحالم بالأمانة العامة بدون لغة خشب محمد أزين شكرا لأنك معنا اليوم شكرا لكم شكرا لها الدعوة دائما نسائي صغير مع رأسك زائما تبارك الله غير ما عندك دق وعادة كان بدا بالسافة سي محمد أزين ولكن اليوم غن نرسي ثناء رك معروف ما كيللاش نقوم شكرا لنا نعوده إنما معروف وشنا بدا نسألك كيف بقيته ولا نقول لك مبروك العيد كيف بقيته لا ننباش بالله كيف بقيته كيف بقيته كيف بقيته الحمد لله الحمد لله كما كيقول المغربة نقزتها 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 لأن فعلا كان الصراح مرير مع الكوفيد دائما كان قولو كما قلو الفرنسيين سنعرف كوزو تخن دائما كان توقع أخرين أقول لا ولكن تجربة اللي عشتها شخصيا كتخليني من هذا المنبردي لكم نوجه يعني واحد ما عارش نقول ناصحة لأني مش في موقع نعطينا صحيح ولكن غير نرضو البال لأن مازال ما خرجناش مازال الوباء يطاردونا وأنتم كتشوفوا يعني حتى هال يعني هال العودة والرجوع ديالو كيف بقيته كتيرا تموت أي مكليك تقولها أهلا كان صراع مرير مع الوباء ولكن كما كي لو لا ألطف الله ولكن كما كيقول مصريين عمر الشقي بقي انت عدد في السياسة بسبعة رواح في السياسة وفي الحياتة ها بسبعة رواح وحمد أزين والله ما كتبغيت موس فيه كوفيد ومع تجزك شي ومع ذلك هالو ألطف الله والحمد لله هالي ألطف لله الحمد لله الحفظكم والله ينجيكم أنا في الحقاعد نار رسفت لك واتساب باش نسول فيك وكنقول ناري عندك ما يجاوبنيش ياك ما الله يرحمه وشوف هذه احتمية رواح نهارها يمكن أن تقولها وغادي نقولها يعني ما عرفنا هذه احتمية مش دب دول الإشكال احنا دب الإشكال وغيرش وخلا لا يحمي حذره من قدر ولكن الإنسان يدر الله عليه الإنسان يدر الله عليه الله يحفظكم الله يحفظ رداتكم ويجيكم الحمد لله يا رب الإسلام والحمد لله لأنه أزين عنده الإمكانية باش يخلص تاست بسه بربعمية درهم ويعرف راسه في كوفيد اللي مفرص ما قادرش صحيح يخلص ربعمية درهم صحيح نص حولي صحيح صحيح ويا ذكرها دق ساعة عندك جوجة خس كترف أحد القادية خس كترف أحد القادية اليوم ما أراها يعني التأمين كي أمن غير جوجة هي ذك تمل حولي ربعمية فرعمية ثمية درهم من بعد الثاني ما كيبقاش تأمين إلا فتي تمل حولي ما كتبقاش كتتأمين خس كترف هذه المسألة ما كنتي بوزيتيف ما كنتي نغاتيف دفور ما كنتي اشترك لو كنتي شوف هالكلام اللي كتقول أنا أريد أن نوقف عليه سيردوانا لأن فعلا نحن كنا نعطوذها في سنة كنا ندرع الحال الوبائية في المغرب سمح لي أنا راح نقول لك ذا بكل إيمان و بكل صدق الأرقام اللي كنتسمع راح نضربها في عشرها سمح لي أرقام مشي حقيقية لا يمكنش حقيقية لأن الانتذا قلتها البيتسائل ما شيف الموت هنا هو دي الناس رعمية الدرهم لا يعقل أنا أريد أن أسمح لي أريد أن تنسولك أريد أن أريد أن تقرير دي اليدرمجيس المنافسة على الصفقات دي الاجئة كوفيد لماذا أريد أن تلمح لا أريد أن تلمح لأن فعلا اليوم كي ينقاش وأنا كنت منا أريد أن يكون يمكنش يخرج شيء واحد ويكذبه الكلفة دي الهدرهم يعني ماشي حقيقية لماذا؟ لأن المخصصين كي يتحدثون على البيتسائل اليوم كيتقاب بـ خمسة وسبعين درهم خمسة وسبعين درهم تلك 400 درهم باش نديره مختبات نجي خمسمين نقولك دابا الانتاج دياله كنتقاب بـ واحدة خمسة وسبعين درهم والاستخراج كتقاب بين عشرين و عشرين درهم يعني الكلفة هي واحدة خمسة وسبعين درهم يعني نقدره تقضر تبع الحكومة بمئة درهم وعندها هامش ديال الربح مزيان دابا هدرنا على 400 درهم بوعة 400 درهم في مختبرات ولكن ايضا ما بين 350 و 400 درهم أنا كنت أخطرح لي السؤال وهذا اللي كي يجاوب عليه التقرير شكول اللي يحدد ثمن ديال 400 درهم شكول اللي يحدد ثمن هذا هو السؤال وهنا يكتر كان هناك التقرير لذي تشوف كيف رح يجاوبوه أنهم مقدروش الحكومة مقدرتش يعني تملقش لها نومونكلاتور باش تحدد ثمن وصطفوه اللي يحدد ثمن مع الهباتيتة بي مع تلسلمون بحال الهباتيتة بي بحال الهباتيتة بي وحدد ثمن ديال 400 درهم هذه الملاحظة الأولى الملاحظة الثانية وهذه حتائية أيضا بغيت يمكن تفسير عليها ولا شي واحد يعني مسؤولين إما يكذبو أو يفندو أو يأكدو أن اليوم حسب دائما كنظر على التقرير التقرير على 19 الشركة هي اللي كتجيب الـPCR معنى الكوريين ايه معنى الكوريين معنى الكوريين وهذا الكوريين هاد الـPCR اللي كيجيبونا كيبيعوه هو بصنع مغربي كدير ها نجيك يجيبهم كوريا وبيصنعهم هذي بصنع مغربي علاش لأن الشركات المغربية اللي قادرة أنها تصنع الـPCR وتعطيه واحد للجرعة يعني واحد العدد الجوج المليون في الشهر قادرة كان مغربيات ولكن مسمحش لهم الإنتاج وقادرينهم بيعوه 35 درهم المغربة أو الأقل الحكومة وتزيدها هي الهامية اللي غادي تبغي الأقل ما غاديش نكونوا في هذا الشي اللي كنظر كونش 400 درهم نعم 200 درهم دائما نقول ليا دائما في التقرير يعطي التعطيش للشركة كتجيبوه من بره بمعنى أن 1.99% كتجيبوه من بره لا يوجد مشكلة للشركة تربح وحنا مع المقاولة تربح ولكن كما نقول دائما شوية العفة يعني فوق البالاء وفوق التضامن يكون شوية العفة ويكون شوية 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 ما نزيدوش فيها نزيدك لابا احنا كنصابوه الهامية هنا كنصابوه 1% عندما تتعيبوه المياه كنصابوه من بره وذيك الـ 1% كنصابوه كنصابوه ونحبطوه الأقل نقربوه مع المقاولة باش يقدر على الأقل كنصابوه لنفهم بأنه المقاولة مشي في متناول جامع دابا المشي مشي في متناول جامع لأنه حتى الثمان دياله عالي جدا أنا كنقول لك اليوم المقاولة كيتقام بـ 75 درهم كله إلا جيت تقدير وحده مجدية 25 درهم يعني كنخضروه حلو المشكلة كمش كان حلو المشكلة أولا كان قادرون تحكموه يعني في الوضع الوبائي كان قد تكون عدنا أرقام معقولة لأنك يكون قريب المواطن كان حميرو ذاك المواطن انتهوة لأنه كنوقع المواطن يوم كيمشي بشي دين البسائر كيمشي كياخد لتريتمو كيمشي البروتوكول مباشرة كيمشي البروتوكول مباشرة كيكونوا خياخدوه لأنه لا عندوش بشي غدي ما ياخد تريتمو لا يمشاني مباشرة ونحن أتركه في صراع مع الموت الإشكال الثاني هو هو لأنه لا تتعلم بشي غدي من بعد الثاني لأنه تريد لا تتعلم لا تتعلم لا تتعلم في العام هذا كيفية الربعمية بزيتف حالة إشكال آخر ما هو أنه لا يمكنك صندوق ما يرفع الإفلس هو خرج المسؤول يقول لك بأنه اليوم صندوق مفلس مليار مليار وماتين وخمسين مليون درهم حرام يعني كده شي حاجة ما راكم باش 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 ليش كتلمح في تدبير دي لهذه المسألة محمد الحكومة الحكومة طبعا لأنه حتى في الدراسة أو في تقليل لدى البجيس المنافسة كيشير الحكومة يعني بكل بكل بأي والما فهمش نجعلش التقليل ما تتقراش وما تحطش لنقاش لأنه اسمح لي احنا كنعيش وحد وضع وبائي كان الناس الكاهل دي لها متقال بالبالاء والواباء وكيبا كنقولوا هاتشي الجفاف وشح السماء وحنا كنتفرجوه زعمال الله يحفظه الله يخرجنا من هاد المرحلة إن شاء الله يا ربي أمين شحش نشي الحاولي محمد أزين ولا جكادو أنا بكثير أنا غالبشت فهم واحد القادية أنا كنعيز مع الوالدين كيما المغاربة فالوالد دائما هو اللي كيدبح آه مش كمشي الوالد اللي كيدبح وحنا ربشي احنا عدتني ماشي بحالكم انتم المدينيين احنا في البادية ركن احنا الحولي كنشري بكري كيعرف الدار دار ودكشي وحنا البدو هذي الله سيالس تهنبعكم لا سيالس كبدوه تهنبعكم شوية مديني كتر مني الله عدس يا وزير لا 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 أنا حيث ذيك القادية ديال 800 درهم برسلاتك لا 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 انت أولد البادية لا 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 أنا فولد البادية لا بيني وبينك ما كانش دحية ديال 800 درهم لا دابا اسمحني غير باش نتفهم دابا شوف ما ما تطرحش عليها السؤال ركشتي الارتسامة تورض الفعل ديال ديال المغاربة أنا كنت كنت ستاسي الوزير يقول بأن هذيك سنة ما هذرش على حولي ديال ديال 800 درهم لانها شوف هذيك ستعرف التقافة المغربية وعند المغاربة بالضبط العيد الكبير او الحولي لا بدكش تقزموه فقط للك الكبش ركين دراري كيشوفو ماشي كل شي كيبريد بح مثلا ولكن را يسكي كل إحراج مع الأطفال كيشوفو ومصغر كيشوفو حولي جابو أشجار الى آخر فالإنسان كيبيع اللي عندو اللي يقدموه اللي مورا يمكن بش يقدر يفتلك الكبش المساوى كيشوفو السوال الولاد لا لا كيشوفو حوالي الخارق العاد ولكن غير كيما كنا كنا نقوله بأن واحد حولي واحد الكبش اللي فعلا يضمن الكرمة ديال المواطن قالوا بش تقولي ياتب مية الدرهم دبجوش حويش دبجوش حويش دبجوش كنا نضروع لتب مية الدرهم بلجوش بايدا فالش اللي كينا حولي ما كينش ذيك اللقاء بسألة ديال العرض فايق هي فوق الطالب أنا ما لقاوش نشتري وكيشتري حبض الله فواحد مجموع ديال الموذن قالوا كيش ومالقاش ولكن الحيان الله عبد السيو الزين ترجعتن الحوالي قضية سياسية بسببه ترفع جلسة في مجلس النواة كنت السباب أنا نقول لك قول لي لا ما غد قول لي اليوم قول لي معك بالأسف ما زوين هذه عنوان الحولي يرفع جلسة مجلس النواة شوف الجلسة لأول اختراك الترفع وأول مرة فاد الولاية أول مرة فاد الولاية أول مرة فاد الولاية كنت ترفع جلسة بالمعنى أنها تتقطع لكي تسمى السئنة في ذلك لم يكن نقاش جدل دستوري لم يكن نقاش جدل قانوني نقول لك ماذا كان؟ كان الوزير لا يستطيع أن يجاوب على الأسئلة الله أعطي الله لا يستطيع أن يجاوب سي بيته كله ولاية لقدها ومن الناس يتقلق في الولاية السابقة في المداخلات وده بالناطق الرسمي لم يكن يجاوب لا أنا لم يكن يجاوب على سي بيته أول ماذا تدر؟ وزير الفلاحة لأنه كان نقاش جدل وحدة الموضوع بالله عليك وماذا الحديث على العيد الكبير والكبش والأضحية والأثمينة دي السوق وماذا انتك تعتبروا وحدة الموضوع يلحطينا مع الحصيلة الموسم الفلاحي ماذا هذه وحدة الموضوع؟ بل لكم اللا لا حتى انترى بنت لك اللا بلا ما تقولي خليك اردونا لا وخليك اردونا لا فيش انا ولا انت كنا مغربة كي همنا كاملين دلنا ملاحظة وماذا يمكن تشكون واحدة الموضوع الوزير أنا كنت كنت انتظر الوزير يخرج ما انا كنت لك ما كانش اللقاش دعمة خارق العدد اللي غدي يخلي ذاك شي وقف يخرج الوزير يقول لي لا تفضله مرحبا وش وزير قضى خمسطاش العام في له على رأس له ويزارة الكاتيب عام وسمح لي انا بلاستو اقول لي بسمحول يا تفضله وصف يترحوا الاسئلة كيما وحدة الموضوع كيما كل سؤال على حيضا ماقدرش لانه بخصوين ما يجيب الورقة اللي مش كول عليه ولا ما يجاوبناش ماقدرش تراه بحل ماشي بحل يرى كتنقص من قيماتي ومستوى لا لا ما كان نقص من قيماتي وانا كنت تعجب فعلا كيفاش وزير في الحكومة اليوم ما قادرش يجيب على اسؤال او على مجموعة دي الاسئلة المتربطة في قطع هو كيعرفوا يمكن حسن مني وحسن مني كاملين بحكم الوقت اللي دوز فيه اذا ترفعت الجلسة رأى ماشي على شي 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 ولا شي نقاش دستوري ولا قانوت رفعت الجلسة على وحدة الموضوع اختلفنا وكنظن بان هم رفعوا الجلسة غير باش ينقضوا ماء الوجه او رفعوا الجلسة لانه هم حسوا بانا كن باغين تديروا ليهم العصاف الروايدة لا ما عليش هديروا العصاف الروايدة واش حاله دبا دبا السيردوان يجينا نطرحوا اسئلة على عضو في الحكومة ايش يا وبنا الحكم المغاربة الشاب هلاش هدير لك العصاف الروايدة ولا اديرها ليه انا كنت نقوم ببعض المهمة وانت نقوم ببعض المهمة وكنظن هديروا التعاقود لدينا مع الشاب هلاش هدير العقلية دي لك والدي ليه اللاسي دي انا كنت نطرح عليك اسئلة منها منها بالنسباليا انت وانت وازير كتعرف القطاع عدو استيفاء ثلاثة دي الولايات جاوبنا جاوبنا يعني وما سؤلنا كش اصولكش على استراتوسفير وليش عاجة خارقة العادة هلاش غير الحصيل هذا الموسم الفلاحي ونسبتوا الاسئلة ديال العرض اللي يكاين وماذا هو التدابير لتخفيف ولا على الاقل لدعم القدرة الشرائية للمغاربة باش يقدروا يتقلوا وما خسوش المغاربة وهم كيتفرجوا في ذلك شي يضحكوا عليكم لا را عندهم الحقي يضحكوا عندهم الحقي يضحكوا اسمح لي احنا هزين هم من المغاربة كانوا وصلوا لي انا احنا كانوا وصلوا الهموم ديال المغاربة ولكن فشل الحكم هما يعني اما كترفض تجاوب او كتجاوب بطريقتها يعني اما نقرأ عليك الورقة او لما نجاوبكش ورا شوف ركا تشوف احد القاضي دبا دبا الوزراء لان اليوم ودي حكومة الكفاءات ما سمح لي ادرى معا انا كنقول اي ممكن ما تتعجبش ولكن را ما تتعطيش اشارات مطبئنة ممكنش انت ولد كل ولدي غادي شوفوا زين اللي كيشوفوا قدوة وكيشوفوا ناموذج كيشوفوا حاصل ما بينجو جوري قتل الى مقرأ وش ميقدرش يجعو ماشي هدو موضوع ماشي سوداوية ماشي سوداوية ممكن لا 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 غادي شوف موضوع والمموارسة موضوع تاني صباح اليوم غادي تجيبو خارج من الهارفرد ولا من الاما اي تي ولا من اليايل ولا غادي تجيبوك ولكن شوف الممارسة السياسية والوعي السياسي والتأطير السياسي شي اخر إلا جمعتيهم بجوج كين واحد مصر اكاديمي وكين هاد الموعي السياسي مزيان ولكن انا كان في الضل سياسي يجوبني انا جيب تقنقراطي اللي دائم من خارج السرب كيغني خارج السرب احنا ناس كاسعرف تخدم ما عدناش معه بلا بلا بزاف والكلام تواصل جزء من العمال باللاتي انك عارف الخدمة نقولك سمحني نتراح لك سؤال واخن ذلك تسول واخن ذلك تدارش عادي استثناء تفضل قول لي اجراء واحد دارتو هاد الحكومة الاجتماعية اجراء واحد ليس فقلي الشعب قول لي قطيري لا ما بغيش نجاوبك لان اسمك ندافع ولكن الدحكة ديك را كافية احسن احسن هدي فرح لها كارين شوف شوف والله يشهد والله يشهد والله يلكن بغينا حكمتنا تنجح ولكن ما عطيش شرسها مقومات النجاح احنا في الأول كنقول لي هادي دهشات البداية ولكنها جرى طوال وفي المما كي بوصل الحشاجة كي عوروا لها العين انت كتشوف دابا النقاش دابا نعطيك مثال شوف الاغلبية البرلمانية انا كنتمنى شي نهار هذاك البرلمان مش المعارضة الاغلبية البرلمان هما كي يدفعوا على الشعب بكتش نهار يكون شي نقاش معانا هما كي يدفعوا على المشاكل على المحروقات لحرقة الجيوب المغاربة على القفة المغاربة اللي طلعت باحدة البعيل وخمسين في المئة لما كنتش اكتر على واحد بجموعة دي المشاكل على الجافاف على الندرة د الماء وهم كي يدفعوا على المغاربة كي يتقلب إما وهما كيتعرضوا المعارضة يعني ما كفتهمش الكمامة دي الكورونا زادون كمامة الحكومة هذه اللولة تانيا 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 المهمة ديالهم نسوا بأنهم هما سلطة رقابية ما عملنا شفنهم كي يراقبوا الحكومة شفنهم إما كي يصفقوا لها وإما كي يرافعوا من أجلها وهنا كي تعوف أخطأ انتشتيل الخرجة الأخيرة ديال نائب برلماني في العوض باش أنه يساء الوزير اللي قدامه ممكن خصوه يجرد على المعارضة فشل دع المعارضة كي يذكر بأن البرنامج برنامج ديال سيدنا وهنا كي يبلك فانتشوف بأن عدد ديال رقمية بالسفر تكوين سياسي وبالسفر وعي سياسي مزين مني تكلمتي لي هاد القضية ديال البرنامج ديال سيدنا بغض النظر شكو نقاله كيفاش جوبتوه أنا عايك نسول واشماشي منقلة لوقر أنه الماليكي تجبت في القبة بديك الطريق لا ده بالغريب ده الغريب هي أن درنا نقاط نظام درنا ثلاثة كفريق حركية درنا ثلاثة دير نقاط نظام كنت كنت سنة واحد من الرؤساء ديال الأغلبية ينود يدور نقطة نظام فوق الأحزاب ما وقعتش درنا الملاحظة اللولة ودرنا الثانية ودرنا الثالثة ليتم مسحب ذلك الكلام لأننا أعتبرناها خطير ممكنش نقحمه صاحب الجلالة اللي هو فوق الأحزاب غادي نجي ونقحمه يعني في هاد الغالاء وفي هاد المشاكيل سيدنا اصطر على الاتخابات وغاها تكون نازيهة وغاها تكون شفافة ونصب حكومة سيدنا في الخطاب ديالو سيدنا يقول لك البرنامج سيدنا أنسى بأن سيدنا خصوه ماشي غالي يذكر سيدنا خصوه يكون كيقرأ الخطابات دي سيدنا يقول لكم كيسمع لهم ويكون كييتبعهم وتوجيهاد سيدنا حيث سيدنا قال لك راح قانا هو كيوجه السياسيين لك نهار الأمور كتكون مزيانة راكم كترك راك يركبوا عليها ونهار بتسؤؤ الأمور يرجعون إلى الملك وقال يمكن إنش ما يفيد شي وحدين كيفاش يوقفوه في الضو الحمر بلا ما يحجمو تماما ورا هي هادي احنا كنا نقش معاك برنامج حكومة وانا كنا تقول لك برنامج سيدنا وانا كنا ندين نقاط نظام بشكلام الخطيري تسحب ولا حياتنا ماشي طبا من الأخير محمد أزين ما كتلاحضش بأنه كيف كيقولوا بزا فد الناس النيفو في هادي الولاية الحكومية طح عش كنلاحض انت قلت ايها بلا ما نلاحض حياتك لاحض وانا كنقول جوه شي بلاستي لا لا ما تحسباش علي الله يرحم وانا كنسوول السيئس انا كنلاحض اللي قلتي حياتها وانا جوه هو هذا لا شوف انا نقول لك احد القضية انا نقول لك بكل صدق انا اضعف حكومة ووقي لاشه الأرناق اسمح لي اذا باشوف بغينا تواصل يخرجوا يضرب على المغاربة انا اللي جيت عن ذك اليوم واحدة النقاش العمومي ما بقاش مات في عدد الحكومة انا اللي جيت عن ذك اليوم كنت مشغول ايه وشيكو كالنقاش يعني عمومي يعني مهم وكتير ومتداول في الساحة يمكن ما غني جيش اليوم مشيت تتنقيس من البرنامج ديالك ولكن اليوم عندي اشغال عندي مؤتمع عندي واحد بجموع عدي للرويلة ولكن جيت اليوم لانا فعلا كان واحد الوعي بانا اخوينا الساحة والسياسي اليوم يجب ان يحضر مع الناس ايه ليشو اسمان هاد المساوى ايشو اسمان هاد المساوى لانا شو اليوم اولا ما كينش تأطير وما كينش وعي سياسي كينا آلة انتخابية آلة رقمية اولا بنادم ولا خايف كي يقولك تبعد مني وتجي كيفش تبعد مني وتجي كيفش تبعد مني وتجي كيفش تبعد مني وتجي كيفش تبعد مني وتجي انت قبل ان تجي في الناس يلا قبل انتخاباتي يلا صوتوا عليك الناس كما نقوله حناية وعطوك وحطوا عليك واحدة تقليد ديالهم ارادة اللي تكون في الواجهة مشيك تترجع مورا هو متبعد مني وتجي متبعد مني اجي اخوة يسدي ديرش اشعة اخر اما هادشي ممكن اختفة في الغرفة مشيك تكون في بلاس اخر ومشكلة مشكلة كبيرة والله يلا مشكلة كبيرة ومشي يحزوا في النفس والله يلا يحزوا في النفس قسم البلار انا كنتبع بعض المرات اللي جالسات وخاما بقت شاهية بززاف انتبعوها لانا بعد المرات كنتسمعوه كالانشاء كالانشاء ولكن بعض المرات كتحس كتقول المستوى رجع معيق شوي شد فيا شد فيا شد فيا كرديك طريقة محمد اوزين وتنتا مسألش تنتا لا لا شوف انا تنتخرج منك العجو انا كان مارس واحد الدور دي هاي واحد الدور رقابي واذا بتصور الله يردعلك ذاك شي شوية ديال المعارضة اللي كاين ازنا على ذاك شي اللي كتشوف والشعب غادي شوف راسوا في ذاك القبة والشعب غادي شوف راسوا في ذاك القبة والشعب ما غاديش يندم على الناس اللي صوت عليهم لا انا كنقول وش عادي هي او هاد شي اللي كتناه منكم الشعب والامة اللي كتنتلوها شوف 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 احنا احيانا احنا ما كنخليونا شنو هدروا بالبال وهدي واحد يعني واحد الممارسة خرجات جديدة ما كيناش هلا هي دائما يعني في الاذبية الدموقراطية المعارضة هي اللي كتعرض الحكومة دبال التاكسات القادية دبال الاغلبية البرلمانية هي اللي تعارض الحكومة وشوف تهمت صريحة ديالهم لو حكومة اه 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 اقلية تلك مستقلين بقدر هناك في الاغلبية لأنك يأتدل على الشاب في المحروقات لأنك يأتدل على الشاب في العيد كيف يقولون من دي رجل الشعبوية عارفين المحروقات من دي نجا وعارفين الواقع دي الحولي هاش الشي الرواية دي لهم كيف الشعبوية عارفين أقول لي الأسعار من جيت يلا أقولي الأسعار أتقول لي عوة تديك شي دي رسيا ودي أوكرانيا دي الوزارة والحكومة وبعض المتخصصين يقول لك أوكرانيا والسوق الدولية أنا أصرح عليك أنا اليوم نقول لك إحنا بغينا يكتش عام على كل شي على كل شي بغينا سيدي الحد الأدنى من تدابي اللي يخد الدول بحالنا يالله تشوف البرح كنشوف واحد الجدول غريب كنشوف المجموعة دي للدول العربية المغريب هو الواحد اللي وكلا صافيها مصر أردن تونس ليبيا وكا نشوف المعدل ديال الكلفة ديال البحروقات اللي في المئوية في جيب على الراتب ديال ديال هاد الدول كاملين ديال المواطنين في هاد الدول كاملين لقيت بأنه أعلى وشير شوفوا البغاربة يمكن يمكن أعلى نسبة يالف المغريب هي تسعتاش في المئة في الراتب ديال دياله كيف يقول لك الله غالب كيف يجب وذبا الله غالب ولكن تكون عندهم الكبدة ويشوف المواطن المغلوب حتى هو إذا قلت لي يا الله غالب شلو هي إذن هادي هادي حكومة استسلمات حتى تديها فوقراسة وجيك تقول لله غالب لش طالح الحكومة كيفاش الله غالب خشو يديل الجرأة خشو يديل الإبداع هاشي نقول لك سيدري سنتيسي رئيس الفارق الحركي بلتك تشوفوا البحر شكال في اللجنة المالية أعتقد اقتراحات ها فرنسا أحدانا ها فرنسا ها فرنسا دارت دعم المحروقات وزيت في مجلس ويزاري دياله وخرجوا 300 درهاب 300 قورو الموظفين والعمال اللي كي يخذ مصيرا دياله والله كنتي مازال وزير محمد وزين كنتي غدا دافع على إجراءات محل هادو والله تندفع عليها ونقول لك واحد القضية أرجع أرجع على المدخلة ديالي في البرلمان ما كانوش كتال ولكن أرجع وشوفهش واش هتلقى الفرق بنفس الحدة وبنفس الحرقة اللي كنت 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 سأل بها سي العتماني اللي يذكره بخير وكان أحيانا كيتتقلق مني نقول لك بكل صدق هوارك يسمعني اليوم أنا كي ظهر لي بقدلتي لسانك وبدلتي وجهدك محمد أز الثاني كان هو الثاني غير ما كنتش بالحدة دياليوم لماذا؟ لأنه أول الوضع دياليوم مشي هو ديالبارح ولكن بغيتك ترجع الوضع ديالي وهي تشمع را كنا في اليوتيوب وارجع لها المسائلة ديالي رئيس الحكومة ما كانش سهلة وما كنتش كنحابة وكنت كنطرح أسئلة في نفس الحجم اللي كنطرح اليوم وكي النهار كنتي وزير لو كان نفس الوضعية ديال دابا كنت صور محمد أزين كان غير خرج ويقول ليهم كينا إكراهات كينا مشاكي الفوق منات كاملين وإحنا دولة وحكومة عندها إمكانيات متواضعة وغتقول الله غالب وغتقول الحمد لله فوق منا لا لا لو كنا في الحكومة كنا غادي ناخدوا مواقف كما كنا ناخدوا أقبل ألا شي أسحابك نسأل فاش كنا في الحكومة دابنتون ما كتشوفوش كل شي ما كتسمعوش كل شي ولكن را كان نقاش حامل واطيس في الحكومة فاش كنتعود في الحكومة نقول لك النقاش كان عالي وعالي جدا عندك أسحابك يجي شي مشروع قانون وكيدوز حقوك وغالبا نقول لك في أغلب الأوقات كنا نديرو كنكونوا ليجان باش نكملوا المناقشة ديانا وإنما ما كناش كنخرجوا بها في مجلس الحكومة ديانا ما كنش كيف يكفي الوقت نخرجوا لأنه كنكون نقاش طويل وكنذنوا ليجان وكنخرجوا عالي باش نديروا واحد نوع من توافق وكنا نخرجوا عالي أتشي كتقوله دابنتا بلاتي وانا كنقول لك بلقي قال رئيس الحكومة قبل أيام أورا كان معاكم في الحكومة أيا وقيلت أنتو كنتي وزير معا في نفس الحكومة أيا صاح يكا تشي كين صاح زملاء سابقة صاح وراحمل الحزب ديركم مسؤولية على واحد الوضعية سابقة دير القطاع دير التعليم مثلا كلاشاكم وخا أخنوش ما كي كلاشيش بزاف ولكن مادا كلاشا إلا وصلت في الأعظم لا أكيد أكيد هناك جزء النقاط أولا قبل أن نذهب على الكلاش سيد رئيس الحكومة كان يناقش التعليم ايا والتعليم كما قلت سيدنا في واحد الخطر دياله هو القضية الوطنية التانية ما فيها نقاش هالي؟ إذا كيفاش نتكت نقش القضية الوطنية التانية وتعرّجه على الحولي لا تجاوب على الحولي ولا تجاوب على الكبش ولا تجاوب على السوق دياله الماشية في قضية وطنية اللي هي التعليم سيد رئيس الحكومة اللي أريد أن يجاوب سيكون المسألة الشهرية بالمناسبة رأي ما يجيش سيكون هادي واحد ثمان شهور دياله ديال هاد الفطره اللي دوزنا ديال الدورة رأي ممكن جار بعض الخطرات هو خرق للدوستور لأنه يجي خطر على جوج شيروا المحكمة الدوستورية؟ لا لا نحن لا تجد أن نشياء المنحة نحن 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 نبالتي رأيت رأي ممكن أن أقول لهم هذه الأشياء البداية لم يكن نعطينا ليس يدير الوقت ولكن بسيوم لا يمكن أن تكون هذا شيء على حساب خلق الدوستور لأن المحكمة الدوستورية سيكون نقاش مع السيبن كيران أنه سيكون يقترب شهر لذي الغرفة وقترب شهر لهذه الغرفة وكان جواب أن يات كل شهر عندك غرفة غرفتين بغرفته بغرفته هذا الجواب لكي نرجع للموضوع دينا الجواب اللي كان قد يجيب بسترئيس حكم أمو بغيتوا يجيو يتدمها فهو يجيو يتدمها الكهيدرال السياسة العامة مش في سياسة العمومية يجيو يتدمها ولكن باش يخرج من نقاش دينا التعليم ويخرج للحولي بل لا يقب برئيس حكم وهذه اللولة ثانية أنا بوت نسوله فش كتقول الحزب ديكم أتقالك هيل الماركة أتقالك هيل ماركة يعطينا أرقام وتعطينا مؤشرات. حيث أنا فش غادي نقول مثلا المخطط الأخضر أتقلق قاهي البغريبا عندي مؤشرات وعدي أرقام. ولكن ما غاديش يمكن نجي دابا نقول تعليم. مش نوجدنا شي ضريبة على الناس. إحنا ضبرنا الحقيبة دي التعليم في عزل أزمة الوباء. وبالإكراهات وبالصعوبات وربما بالأخطاء إلى آخرين. ولكن أقرأوا أولاد المغاربة. وفخيرناهم ما بين البعدي وما بين الحضوري إلى آخرين. بمال الجريبة وما عليها. مهم كنع شي حاجة وكانت واحد يعني كانت واحد مجهود. ما تبلعش ليكم كلام أخ النوشة. لا 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 أبدا لا أبدا أبدا. لا أبدا أبدا. لا أخدشوف الشي الكلام ليما كنت تبلعش. وفش كتقول شي حاجة وكتكون عندها كتكون صحيحة. أبنا باش غادي ترد علي البوليميك لها هذا الشي ما غيرش نوقفو عليه. إذن اليوم فش كن هدرو على الاقتقلنا كهي المغاربة ما نعرفوه باش. لأن اليوم حنا درنا في التعليم اللي اتقلنا باش. وش خلصت ازدع لنا شي حاجة هما يمكن يمكن دباد الحكومة يتقل كهي المغربة في التعليم قراءة عندنا تتين فلمية كانت مش صرينوا بزيادة في اللوازية المدراسية في الدخول المدراسية وانتين غير الله يحفظ احنا جاينا وتاني لنا قاشا غير الله يحفظ مزيان مزيان دبا فاش اه تحدثنا على احد على احد على احد النقطة اه اه ارمش يقول مراكي كلا شيكاس خصوصا انتا كلا شاك في الغرفة الاولى فيجي يقولك باش قللك را كان عارفك ما يوفي ذا كتراجبنا احنا را كان عارفك محمد أوزي قللي قاع كنتي خدام عندي في الوزارة لا لأ لا أول ما كنتي خدام عندي قال لأ ما مشي اخلاقه فانا نحسي بزياز لا لا قال كنتي معا في الديوان وانا شرفي انا اشتغلت معه شتغتت معا في الديوان ما امرو هى وديبو كانت كلاشي فيه تنسو كيفش كانت من كلاشي قل Penglishيس كان صحا وكووم إعويجاج لحكومة. وهذا هو الدور لي. على الأقل، حسب تقديري المتواضع. لا تعني فيما هو أن نحن بسألة لكلاشة أو ليه كلاشة. ليس لا تعلم شئ لكي نصير بكلاشة. أنا أنا قد أقول شئ كلام. يمكن أن تسمعوا كلاشة أوigung. أنا قريب لذا تريد أن أر!!!!! أننا قاموا بعملنا بقاد مجهود وقتلنا. فطبعا ننسي أمزازي اليوم كي تعتبر من الأحسن الوزراء اللي دازوا نأتيك رقم فخبرك منذ الاستقلال اللي هنا دووزنا تقريبا 15 الإصلاح 15 الإصلاح تحاقبوا عليها 34 وازية شاركوا فيها جميع الأحزاب في هذا القطع شارك فيها جميع الأحزاب بمعدل 22 شهر لكل وازية درش العملية حسابية قبل الإصلاحات اللي كانت إجرائية هيكالية الإصلاح الجوهر الستراتيجي الوحيد واللي كان فيها الأمزازي ها وجسي بن موسى يجبه ما قبل لأنه كان قانون إطار الله يردعي لك دعبا مثلين نفهم كيفاش قانون إطار البارح تصوّت عليه تصوّت عليه تصوّت عليه بالإجماع وليوم يقول لك شي ما صارحش تخذ الجوهر لنا تستغل اليوم يجي تقول أتقل لك هذه المغاربة تخذ الجوهر لنا تستغل واش دباه هذا كلام يستقي هذا كلام معقول شبينكو بناخنوش ها قول ليه لا بدون لغة خشب أوزين أقسمك لله سمع سمع أقسمك بحاجة ما بنتكم والله إلا صادق عزيز تبا شبال ليه ما كاتفهوش ليه ما كاتفهوش تفهموه دبا كيسحب لكم حليلة اختلف نخسنا هزوجنا واقع الى البرا لا غا احترمو الدكا إدينا نحن ها ماشي تدابزو وانتو ما احترمو الأدوار دي والله يخليك عاوة ثاني دبا ما انك عاوة نجرب للمقف دبا دبا سي رضوان ما يسمعي الله ذلك واش دبا أنا فيش كنختلف مع مع السياسي إذا خلنا نشكر كنختلف معها بالصفة أنا أنا أنتقد الصفة وليس الشخص بمعنى لما ننتقد الحكومة ننتقد الصفة الحكومية ماشي الأشخاص الأشخاص هما أصدقاء انت مثلا اليوم تصادق ديالي صاحبي غدا تلقينا أنا وياك في مواقف أو في مواقع مختلفة وكين في السياسة أنا ما كيندر سياسة لا 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 ما تعلان ما تعلان ما تعلان كينت ديش وكرة كتواكبها كتعيشها على الأقل شوف إذا كان عنا تعاقد صافي مع المغاربة رخصنا اللعب والأدوار ديالنا ما تقوليش ده تلاقيتي مع الزريح ده من ثاني ده تلاقيتي مع مع السابة الضيفة وليس وياما تقبل كتلا شو بعضيات معلوم تلقى ما غالي نسلم عليه وكي يقول لي يلا أنا كنتي غالط وكي يقول لي كنتي غالط وكي يقول لي كنتي غالط إلى خلال الكلام ليس مانيتا عداوة لا لأني ما كنت أنتقد الشخص أنتقد الصفة عبار الله واختنا فتكون هناك ثقافة سياسية ويبقى نفهم وانشي ليس يبقى حيث حيث نحن ذا بمداب دين يبقيني نشدون وقالنا نهزو بشي نصول يزنين بشي نصول عد فرحونتم هذا مستوى هذا السلوك اللي بغيته ولا حنا كنقول لك الله يبقى ذلك أنا كنختلف أنا كنكون أصدقاء ولكن كنختلف لأننا نتعاقد مع المغاربة كل واحد من الموقع دياله وهذه التقافة السياسية اللي بغينا شوف اختلاف الرأي لا يفتد من الودي قضية ماشي معني تعندي العداء ليك تكونوا العداء أو للعكس ولكن مختلفين في التوجهات مختلفين في الآراء مختلفين حسب التعاقد لأننا مع المغاربة محمد أزين وبعد ذلك يبقين لك يشوف الحركات دين محمد أزين في هاد الولاية بأنه كيقلب على شي حاجة ولا كيصفي شي حساب والله ما كنت الكلام الحساب ليش نصفيش نويا وش نوالي يكون الحنا بعد باتش أنا جوبك أنا جوبك أولا مخافق الحال حتى ما دخلتوش للحكومة ما حشوهاش ليكم لا مش ما حشواليناش الصناديق الاقتراعي اللي كان أمنوا بالدراق الديمقراطية حتضنا في المعارضة سلينا لا ما كرهتوا يقولوا لكم السلام عليكم لا شاركوا معنا شوف احنا فهمنا الصندوق انتخابات المغاربة بغيرنا نكونوا في المعارضة احنا اليوم كان مارسو ذاك الضور دينا ذاك الخندق الجديد اللي عندنا هو المعارضة آآ كرهنا أو ما كرهناش احنا أولا ما تقترح لنا حتى شي عرض آآآ وكنا فهمينها لأننا من نتائج دينا عرفنا رأسنا فين غاديين وامتاها الكلام وما جيتش مع المعارضة عش مجيتش معانا عشنين معارضة عشنين معارضة انت فناطق شنوية شوف هات العقلي قد تبدل انت هذه المعارضة وانت الأغلبية السياسي فاش كيكون في الأغلبية كي يكون كيدا فعلى المواطن وفاش كيكون في المعارضة كيدا فعلى المواطن ما كينش الفرق غير الفرق اللي كين هو فاش كيكون في الحكومة عنده والآليات والإمكانيات باش يقدر ييمد وهادك اللي ما عندوش في المعارضة ما عندوش هده الإمكانيات والإمكانات والآليات كي يقول لي كي يقوم وكي يصحح رأينا بغينا نشوفه في أخير المطاف رأيش كي يكمل شي دبا احنا بغينا نخلقه بأن وهذا شي اللي تغلقنيت اليوم ذا ما نقوله بكل صدر اللي تغلقنا اليوم اللي نبعيني في واحد أنا وانتع ختي نضب تغلبك ولا تغلبني علش حتى ما رقيناش نجج في الأغلبية الحكومية كو كان نضج في الأغلبية الحكومية في الحكومة بالعكس وش تلاتي الأحزاب ما فيه وش نضج بارك الله استقلال أصر المعاصرات جمع الوطني الأحرار ميتين والصرف رأس عيب قضية إذا نحكمو بهذا الجزم بأنه ما كينش نضج في الأغلبية ما كينش مع التعامل كذلك الحكومة في التعامل مع المعارضة ما كينش نضج لأن المقترحات دينا ما كتتقبلش لا 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 في خبار كتقدمنا بستة مليو ستين في المئة دي المقترحات القوانين تقريبا 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 ما كتدوز لا معنوم لأنه كينة كينة آلة رقمية كتدوز كتتصوت وكتدوز وهذه الصوت على المغاربة أنا ما عندي ما ندير المغاربة صوت على ذاك العداد رأيك يدوز ليوم اللي يبغى وليما بغاش نعطي كمتال ليوم عندنا واحد القانون جاء في واحد بسرعة قانون جيل مالية وفهات شي ديال المنافسة وديال أشفيع مشكلة كميرا جبنا باش اليوم نحطو هات شي ديال المحروقات والنقش جابوا باشي حاجة شكلية شنو هي دخلوا الحكومة فدخلف كطرف طرف وحكم وحيدوا البرلمان اللي هو سلطة رقبية وش هات شي محقول وهات شي دبا راك يدوزوا دغياء باش يساليوا دغياء باش يتسد البرلمان وطبعا عندهم الالة الرقمية دينهم باش غادي مرروا وغاديمشي الأغلبية اللي تسميها الالة رقمية محوي وش كين شي استسهال وش يتنقيس لا 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 مش يتنقيس أنا نقول لك أنا شوف سميتها الالة الرقمية المروضة على رفع اليد لأنها ها بلاتي الالة الرقمية ملها مروضة على رفع اليد مروضة على رفع اليد هل تصويت سبعا ليه اللي تجيب هالفوكابيلر جديد هالأمثال الشعبية هالقافية محمد موزين تفضل تفضل لا شوف عليش كنقول لك هالشي لأن اليوم ما شفت شي مبادر ليحذاء ما شفت شي مبادرة سياسية من الأغلبية واني كنقول لك تصويت وتصفق هذو الحجم للتصفق غالبين فيما ما قدرناش عليهم وانما خصنا اعترفوا بها ولكن لا شفت شي مبادرة سياسية لم يكن ولكن اللي أني يحدي لك عليهم لا تفضل سيارة نائزة للمحاروقات بالعكس هما لو كان يبري إنهم دعوا لحكمة واننا كانوا مضحوا وليست ما يجعوبونا بالحكمة الله تبارك اصطفاق تبارك الله عليك العرص المهاجري ما خلنا قال في وزيرة السياحة كينتاقد بكل وضوح ايا في المجلس ايا على الفيسبوك ديالي او انتبعوا كيتكلم على وزيرة السياحة قطع فيما يتعلقوا ببرنامج فرصة وقل لي هاد الشي ما يوفي دراما ما تكرأيه اعطينا رأيك انا كنت سمعت صديقي هشام اقول لي صديقي الله لكن انا رأيك تجاوبوا مع بعض يتقول لهم صديق شمع كريمة الكاميرا تقول لصديق ودهبوا دبا دبا تخذكم تبدلو والله نخذكم تبدلو العقلية ولا انتم مت انتم مخصب تبدلو وكان اختلفوا في الاولويات كان اختلفوا في منظور كان اختلفوا في رؤيا ولكن اذا ما كان اختلفوش كاشخاص رايديكم راكي يجيب لنا الله قد ضحكوا علينا كانت متلو علينا محمد اوزي انا اقول لك شوف كان متلو عليكم شوفوا اخي انا متلو شوفوا كلمنا وش يستقيم ولا لا وش الارجومون دينا شدوا ولا ما شدش انا هنجاوبك على صديقي زيهي شام هاجري المسألة انا طريقة باش جاوب باش جاوب او باش هاجم الوزيرة انا عندي قرأتي الخاصة اللي هي اللي هي مدهو اللغة خاشة هو دفع على قطاع وزاري كين تميله لان المشروع كان خصو يمشي القطاع تابع له وخرج ومشي القطاع ما عندي المكون اخر ما عنديش شي قرأة اخر اللي انه مشتوش كي يهاجم الحكومة في ملفات حارقة اللي كيترفكيتها زي البرلمان وكيتحت ما اسمعتش صوص ديها عشقا دي يهاجم يقول لهم عليش تزاد فليسانس والمازون مثلا اه يقولوا لي الله غالب عاوتاني وش غاندي لا لا والله يعجبتني الضحكة ديالك انا عشقا ديالك انا عشقا ديالك من صلعتوك من صلعتوك لانها غالية عن كل تعليق لا وده بنتي كبليك كبليك كبلي يا بجتانا انا بغيت نشوف ديالك كذالية علامة تيب هاجري هادا انا بشبه نار جاف مساءلة ديالرئيس الحكومة ونشوفوه كي هادر على كيتبنى القضايا ديال المعاربة ممكنش انا جيتي لي واحد القاضية دفعت عليها حيث كتنسى كتدفع انا بليكتدفع الحزب ديالك مكدفع ديالك ليس الا اذا هادش ديالك انا بشك بكتبع لا ما كيش معاي ممكن تفند إلا لاشط هادشي جاي مستقبالا لحذي قل ما استشاعت دابنتو مكتدفع للمعار بس يؤزي والله ويشهد دابان قولك شوف دابان قولك شوف داباوش هشة بشة وخلي العيدو دي صاحبي ها انت عالتني ها انت ها انت عالتني ها انت ارجح تقول اي صاحبك انت دابك اندتقدو صاحبي انت دابكا تحت فيها انت حصلتي انت مشكلة حتى مرح اصلا وخاك انتا قدق وخا صاحبي ورا شلك اقول لكم الصباح واش نائبة برلمانية مخلية المغاربة مشغولين بالمحروقات وهي كتقلب على الكليبة دينا الله يحفظها ليا نبعوش هكا كتدفع المغاربة الصباح انتبعوش هكا كتدفع المغاربة الصباح مكوز ورا تشلكي ما عند المغاربة سيوزين وانت ابنتي لناعة وثاني شكو اللي معت عمشة وان القفا وده وحالنا انا قفا صلعة ماشي عمشة وان القفا عمشة وان القفا عمشة وان القفا عمشة وان العروسة فيها متفتاف وش هدا هو؟ يعني الصورة كلها قاتبة لا لا اسمح لي ده با ممشوش الاشياء الهاميشية انا بتنركزوا على الاهم طبعا كما قال المرحوم الحسن الثاني الاشياء المتيرة تجدوا لهذه الزبائن اكتر من الاشياء الجادة والله يرضى عليكم خليونا في الاشياء الجادة انا مش عاني تبشي لي الواحد الجزء ولا واحد المسألة هامشية انا مالش نعلق عليها لاننا بتنركز على ذلك شلي كي هم المغاربة يشكال شنا هو سيمو عمد وزي هو انه بعض المرات الهامشة هو الذي يغطي اللي كتعتبره مهم لا 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 شنو اللي مهم في الولاية الحالية لطيني في مجلس النواب مثلا اللي انت فاعل فيه شنو اللي غديثير المغاربة ويحسوا بانه فعل ان هاد الولاية تعنيهم اي هم هيا المغاربة اي هيا للا مشاكل ديالهم توصلها لان نحنا شنو كندير أك نوصل دموع المغاربة للحكومة سالقل الحكومة برصة كتلك فرس كليك يقول لك أزيل ما يجيش معك الدور كي مش مجيش معايا وش دبنا هذي كنت سيناك تلبسي الدور اللي غالي وشان انا كن متل مسرحية وشان انا في المسرح باش لك لعب ادوار غير ذلك هذا دور سياسي انا فاعل سياسي انا كنت لقى على الجبل كنت لقى مع الناس وكي بكي وليا وكي يعطوني مشاكيل خستي ماشي نوصلها ديال المنسي وراء الجبال واحيانا في ياماته كان محاصر بالتولوج وتشوف الواقع ديالناس والنذرة ديال الماء وتشوف المشاكيل اللي كيناها الشي انا رمشي انا فاش كنت على الجبل رفاش كنت نجي ارا كتش تديل بكي احيانا ان المشاكيل ديالناس ما لا تعد ولا تحصى اذا كان خلصي نوصل ديك المشاكيل للناس انا ماشي كان لعب دور لف مصرح يجي معايا او ما يجيش معايا يجي معايا او ما يجيش معايا هذا التعليق ديالك هذا التقديل ديالك الخاص ولكن انا كان نوصل الكلام ديالناس المشاكل ديال الناس، الدبوع ديال الناس الحكمة الله لعل لواعسة تكون فيها شو يدير للكم داع كيف تفاعل شو بها الحكمة؟ واللي حدي قال ما شتشيت تسميها حكمة فاشلة؟ لحوذة الساعة إلى خرج الشارع ولقتي شي تعليق آخر من غير هذا يمكن نعود نظر في رأيه بطيق؟ وانتا كتضحك عم شادي؟ انتا كتضحك شتي؟ دبا شنو؟ دبتا، واخا، الباراء بارئ تباك الله لو شو مفضينات؟ لا عيشنا نحاول نفهمه وشو مفضينات؟ عرفت الدحكة ديالك هاردو؟ خرجها من القلب لا حولها الله يتا خرجها من القلب وشوف؟ للسخار يديا باعدة شوف معبيرة والله يتا معبيرة وحيا شوف أحيان غاليا ما استمتوا الكلام لها قولي ياوش حكومة مفضلة وفي هذه الحالة غاليا ما تضحيكو الكلام ضحيكو الكلام لكن قول وقيلة 8 شهور ماذا ما نحكموش؟ كانت الحكومة تأتو بأنهم Yay حكومة اللي رافع شعار ديالدولة الاجتماعية مشروع قدو 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 قدام ياهني انا د هم التدابير اللي يتا عندك سيده المخطط الاستعجالي مبادرة مادية سيدنا اللي حفظه أهم هيك أيها الشدة ديال الحكومة مزيان تنزيل ديالو لا نهضروش عليه واخذ بسيدناك عادي توجيهات لها تنزيل عاو تاني في الماء اخر في تنزيل ديالو راك شيدك شيد ديال الدعم وديت الشي الشعير راك شتيف العيد راك ناس كيتشكا وقالك ما وصلنا هوالو راحنا اه اكون ما شيد العيد واقع لك وراحت حنا بعيدا ولكن راك علفنا وداع منها راسنا راسنا باش نوجده العيد حتى بشي كلام ديني باش تقول يا شعبوية ولا كلام انا شوف الكسابة وشوف الفائزة وشوف اليوتيوب وشوف الناس اشكتبوا لا هذا هوالو راك نتقلتها عليكم في الحكومة سيمو عامل خوزير واخا شوف شوف في الحكومة انا مش في الحكومة بعدها لا سابقا اه لا لا شكول انت وزير باكن وكيد قالوا عليكم كلام اسوأ بما كان يوقع ولكن ما كانش الوضع حقا ما كانش الوضع حقا واربعين وخمسين فلمية اصعب واربعين واخمسين فلمية اصعب ما شوف يبقى مجزو غاديين في بشكلة يطلعات المال ما زود قتل انت 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 قد قلت لي درتين بلان درتين بـ 900 درهم انا كي سواء انا مشيت لي فران قلت لي بقى ليش كتجي بزاف وكتب ريج لانتك مربعات اخترت فشار اصافي راساني اني شونا عيبقا يعني كلها طلعا لتماك انا الف درهم باش اطلعلي فران وحق الله عادي ما شوف لانا شوف راه كل شي يتزاد وانت انا عندي اكرهات اكثر من الانسان عادي لانا خيار لانا اخصين انت من طلع القبيلة ديالي خيار نطلع الدائرة ديالي خيار نطلع للجيهة وهذا الشي خصني على الاقل واحدة ربعة اخترت وانك نطلع في السيمانة هاربعة لها في درام مشاتلك هاوا عفوا ان واحدة ربعة اخترت في جو السيمانات ولا في خمسطاش اليوم فعلا انك نحسينها بها نكتو كمشي برمية درام وكنجي اليوم اللي تخصينها مشي بقال في درام بزاف لو كنتي في راس الحكومة شنو تدير او لو كنتي في الحكومة شنو غدير شوف احنا اقتراحات باش ما نكونو شاكنا هدرو يقولك اذا كي قلقب علينا الناب وصف ها لا لا يحتاج عليك انا ان اقتراحات وقتال طريقة اقتراحات انا قلق باستفاد مدهما ها فرانسا ها فرانسا ها المانيا ها ايطاليا تناول كارت فيتالك يخلصوا على شماج عندهم الدولة الاجتماعية هيا بصح ودارو تدابير انا قدرنا نتطلق له ها نيجائك ها نجائك ايضا فقطال احنا �ماز نخفضوا الرسم بالاستهلاك نخفضوا الهامج لهم لذلك سنربحوا 1-4 دلهم هذا الهامج لن يدربحوا 1-10 دلهم سنخففوه شي شوية كيف مدى الدول الخرى؟ واني نقول الكذابة نرى شاركة مها نقول سميتها كانت تربح 3-3 دلهم قبل التحرير ومور التحرير طلعت 3-8% ثلاثة الخطرات والأرباح ديالها بره خرجة ما فاقتش 3-3% حالش في المغرب طلعت 8-9% وبره مقاتش 3-3% مور التحرير كان إشكاله سيردون سمحي ليه كان إشكال كان نعطيك نسبة مئوية ديال الارتفاع ديال المحروقات في العالم العربي المغرب كي يجيه هو الأول كيفش تصرح ليها دي حنا اليوم نشيكوه حنا حارفين بيئنا كين الحرب حارفين بيئنا كين مشاكلة ولكن كنقول الحكومة أبغينا واحد القدر قليل من الإجراءات اللي خلتها الدول وش هالدول كلها وش ليبيا تونس حكومة ما كتسمعش ليكم بعد المخاص Eric دبداً أنا زربتي تنز expressive ما نحلوش مية مسكة لا نخفائش على المغربة USN ان تقليل بالإدارة ليه تتبقي دبداً دبداً هنا أنت تبني رأي dreaming لأ76 حتى أنت مواطن المغربية وحسين энергهاز ليه أن يقوم بت screenshot أعطي انمجلس بلا土 سوء نحن جلبن و لكن ما نقول و لكن ما نقول ما عمّرني سنقولك أنت شعباوي و ما عمّرني سنقولك أنك تزايد لأنه سعب أن نظر على المزايد والشعباوي لأنه لم يكن نعيش أوضع مختلفة لم يكن نعيش وضع واحد و كنا نمشي عند مرض خالية عيش أبو وحدتها خالية توفة و خلاة أبو وحدتها و كنا نمشي نتقدم مكلة نجي و كنا نسنحتي إخواص و قاعد نرجع و شو مكي قطعش القلب هاتشي شوف هاتشي و شوف تقول لي هاتشي و صحيح لي أن هائلة دينا ما فحانهو مش و و شكنا نمشي لعنده و را كان يقطع لك القلب و را كان يبكيوك و صحيح لي خليني منذبا من المزايدة ذاك الأخوية أذرا واقع را مغاربة و شكنا عند الناس دينا ما فحانهو مش و را كان نمشي را كان يبكيوك و را كان نتقاس معهم داي كلبك هذي الحرقة اللي كان هضرو عليها السير دوان غير بشك نهضرو عليشي حاجة اللي فعلا لكي نرى را فعين حرقة لتيتعيش حاجة شي معاهم و لم يعتبت بكيو الدم و شيد من ذلك بلا و حق الله تعتب بكيو الدم حلاش الان كتشوف ناس كيجيوكي يقول لك جاية واحدة سيدان عانتي في الجبر قلت لي اخوية راها شاهدي نقلك راها و صدفين على الزم صدفين على الزم قلت ليا و قلت له باشيو دا بأن شوف قلت للي قولت لأ لا 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 لا. عندك سحبك أنا طلبتك أقول لك بشتعوني ولا بشتعجة. لا. أنا بايت نقول لك وصلوا كلامنا. را وصلت فينا العدم. أعطيتيني اليوم. أشي هتدي ليا بعدها؟ أشي هتدي ليا بعده؟ اللي إحنا بغينا هتدي تخفو علينا. هادي الحرقة عليك ما ترد لك عليها. وهذه الحرقة اللي بك يعرفونش الناس وقد يدخلها في الشعباوية وقد يدخلها في الشعباوية. أنا غي كنسون الحرقة دي المغربة ما غديش نختلفو عليها. الله يردع لك. ما تقاش تقولي الشعباوية. لأنه لم يمكنش نزايدو. يا 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 وحتى لك نردع لليسانك. مزيانة. غي واش غادي نحيدو على الحكومة ذاك الإحساس بأننا نقولوا توا ما ماشي بنادم ما حسيش بالمغاربة. سردوان تسمح لي أنا كنقول شوف أخذروا على الحكومة الاجتماعية. وانا ما زال أكد الحكومة الاجتماعية ستكون عندها الكبدع. وهالحكومة الاجتماعية الكبدع. دي المشروك يقولون لك. فاش كنقول لهم ديروا هاد شي اللي كنقول لي. نقصوم الهنا ونقصوم الهنا ونقصوم الهنا. اش كي يقول كي يقول هاد شي؟ هالجواب ديالهم. هاد شي رغادي يأطل لنا على السكتر سوسيو. على الصحة والتعليم. لا. سمعنا. سمعنا. لا. هادي مزا هناك نختلفو على الأولويات. واش انا يا غادي المقناعة. واشي. دي هاد السنوات تقول هالي عش بالصحة والتعليم. جبشين واحد فترة محددة في الزمن والمكان. اللي المغربي مقبور. واخصين من قدر القدرة الشرائية والجيب دياله. ومخلق اعذب بنتي الصحة والتعليم. لا. ورا الشي اللي خليت ليه هما السيء والزين. شكون هما؟ اللي في الحكومة دابا. شوف اللي باشي نضروفها دموت انا ضروفها. انا ضروفها. ارا شوف. ارا شوف. ارا شاركنا. ارا شوف شوف شوف. ثلاثة واربعين سانة. وما في الحكومة. شكونا هما دو. اليوم الحزب اللي كي تزعم الحكومة. ارا شاركنا مدينة معه من السبعينات. او مع عثمان اللي شافه. وكنا حكومة ولاتية بحال اليوم. سبحالله. بحال اليوم. وعطته شي نتيجة ذاك الوقت الاول. انا جايك. وبقينا مشاركين في الحكومات كاملة. حتى الحكومة ديال تنوب التوافق ديال تبليوتسعين. حتى هي كنا مشاركين فيها. ومن بعد شاركنا مع السيجة جميع. وشاركنا مع السيجة جميع. وشاركنا في النسخة الثانية ديال تبليوتسعين. وشاركنا مع السيجة العثمانية. وهو مليون كايدين. كيف شك تقول يا خلينا لهم؟ تبا شوف نقول لكم حلقة ديالي. انا بيت نجاوبك. اشتيها النقاش ديال التبرير. ديال التبرير. انا ما كيعجبنيش. سيدنا. سيدنا الله يحفظه. كنت عنده الجرأة. وطرح. ميلف. ديال الهيئة الانصاف المصالحة. لكي يصحح الخطاء الماضي. وكي يطوي ذلك الميلف. بينهم تكون لهم جرأة ديال سيدنا. من كيش البارح كنتي. وهذا الشي ديال بسيدنا راه. كان وليها هده انا هده. كنتي اشتعر بانكينا مسؤولية. وكانت عنده شجاءة. وطرح هذا الميلف هذا. علاش اعتراف اخطاء الماضي. وستدوه. من كيش انت حكومة. كنتي كتدبر القطاعات الحساسة. وتجيليوم وتقولي انت. خالس سؤال الجرأة السياسية. وتصلح اخطاء. اشي اللي كي ديرو. فاش كي ديري الورش جيل التعليم. كنظن ما نختلفوش. شنوه شنوه. قصي بنموس عراه. اعطى الترقس بردوه. شنوه خليني من الاعلان نوايا. والورش. رابدا. صحة كذلك. الدعم ديال وسائل النقل. دعم ديال وسائل النقل. دعم ديال وسائل النقل. باش نفعه. انه ما اتزاش في المغاربة. مسكين. اذا انت عندك سيارة ديك مركبتيش في الكار. مركبتيش في الكار زيما. مركبتيش في الكار زيما. انا مركبتش بالكار زيما. انا متبعو. انا عطيك واحد القادية صاحبه. أخبركم أدار معاك بيلا قل ليه مشا من القابرة ألتين غير مش هل كنت تشري تذكيره من القابرة ألتين غير كنت تشري 160 درهم أعطي ليه أهلي ما تفعيش حالوصلها 350 درهم 350 درهم يوا هدا هو اللي يقلون المغاربة اللي يبقى لوجهة نقة أنا أعطيتك الفلوس أعطيتك الفلوس باش نعمك أنا مدعمتك انت كشخص كافئة أعطيتك الدعم مبدائيا مجدين على المغاربة أعطيتك المغاربة أعطيتك الكيران وشنو المشاكين وهالشخص موت علي قيمة في مجلس النوابة أنا جاي أنا جاي لها هادي نجيلي وانا كنتمنى وانا كنتمنى السيد رئيس الحكومة كنتمنى أنه قبل ما يصدوا الجلسة يجي المساءلة الشهرية ديانه المماتلة الشهرية أمام الحكومة علاش لأنه ما يمكنش غادي نصدر البرلمان ومغاليش سيد رئيس الحكومة غادي يكون على الأقل خاطب مغاربة ونقص بعنا واحد مجموعة دي المشاكين العالقة محمد الأوزين مبقاش الوقت بزاف صافي والله ما بقى الوقت بزاف وزير الطاقة تهين انتقال الطاقي بيت تحرجها بلاسامير لا بشي بتحرجها بلاسامير هي لكي تقول بأنه لاسامير ما صالحه ونبقاش خدامة أنا كيسمح لي زمان ما كلام زمان ما ما عليش دخولي للعقل تسمح لي في دقيقة بسرعة يلا بسرعة بسرعة أول بئر تحفر ديال بيترو في العالم العربي كان في المغرب سيد قاسم في 1919 استغلينا حتى 1951 بمعنى ثلاثين سنة سلينا ذاك البئر ونضرنا ونستورده خلقناه لاسامير لاسامير خوصناها في البداية السبعينات وفي البداية السبعينات كانت من أنجح المؤسسات في المغرب من أنجح المؤسسات في المغرب في متصف التسعينات تم الخوصص دياله وهذا هو الخطأ لماذا كان خطأ؟ لأنه كان خطأ في شروط الخوصصة في المراقبة وفي الاستباقية ممكنش اليوم على الحكومة أنها تخوصص واحد القطاع حيوي استراتيجي للبلاد وتخليه يمشي عند مولا لا حيتي لك المشكلة سيرجع لها وكذلك هو رجع لها بالفعل ماذا كان يقول لك الوزيرة ما صالحه سمح لي لأن شنو كنت تقدير لسامير لسامير كنت تجيب كنت تكرر كنت تصفي كنت تبيع الموزين هنا الموزين لم يكنوا يجيبوا البترون من البرق لأنه غالي وعاد الرسوم وعاد الضرائب إذا كنت تطروا يأخذهم عندها كنت مستقرها لذلك عليها في تبانينات وفي تسعينات في البداية تبانينات وسبعينات فش كانت أزمة كبيرة اللي عارف العالم دي المحروقات لسامير حماهات المغرب من هذا الشيء كنت تطرحتي الموضوع إذا اليوم أنا جايلي أنا جايلي لماذا اليوم كيف يريد أن تأتيك حكومة لتخزين لمنظور استراتيجي حماي التقلبات السوق الدولي ليش سعحة الحكومة هذه وزعنا تفلسة في البترول والمجوار والمحروقات يتعلمني عني لا لا ما غير صحح لان نفهم شي ما غيرش نفهم بحاله ها ما غيرش نفهم بحاله هاد السؤال هادها جواب ما غيرش نجد الكفه صحح ولكن كان فهم بلي صلاحة البلد كان فالمصلحة البلد و مصلحة الماضي إن كان فهم فيها مزيد كان قلب وكان بحث وكان قراء وكان قاران وكان شوفette وما شفة القصص الناجعة سمح لي اليوم ستقول لي لسامير لسامير راه ويحدة القادية ما تقول لسامير كنسوا المنتجات الطاقية التي تخرج كنسوا البروبان كنسوا الكيروزين كنسوا الزفت كنسوا البنزين كنسوا الشماء كنسوا والله الزفت ما كنسوا لا يا ترى يقول الزفت كيمان هنا فعلا نرى خاص بدائل باركة باركة من بقاو نكرر الأسطوانة ديال الماضي الماضي عنده سلبيات وعنده إيجابيات ليه الماضي خايبه وعليش خليتي التحرير؟ يك تحرير خايب ديال ديال الحكومة الخايبة يوحيدو ما عندهم شباشة محمد أزي تثقيف صعيف تثقيف صعيف كيفاش؟ وكان مثقف واتصنت كان مثقف دبا احنا ذرنا التحرير ليوم ما نقدرش نتقفو من بعد واتصماليا كان تثقيف مش عالت ترجع لي هاتي لأسطوانة كان تثقيف ديال التحرير تحرير ديال بهاجيس ديال تكون منافسة ودائم المنافسة كي يستفيد منها المستهلك كان خطأ طالع كان خلصوه أرجع البلاستو كان تثقيف المستهلك ديال نشان تثقيف المستهلك لماذا؟ قليتك قليتك ثم الحكومة اعتني المال وش خبارك؟ نحن كنقل لهم قانون مالية تعديلي ورافضين وكي يقول لك القاطعة الوهمية مع الماضي وانت ديال قانون مالية ماشية تديرك وليوم قال مؤشرة أصبحت متجاوزة تضخم النمو العجز تضخم النمو العجزة وذا كان لدينا كل المؤشرات وكذلك كلها تضخم النمو العجزة احنا بغنا نعاونوكم ودعوا قانون تعديلي ما قادرينش يديرو تقلن تجوبي لي على شاشرون وليو كيديرو كنا كنا نقشوا معهم يقولوا كي سيدين لارا ما نقلوش نديروا قانون مالي تعديلي لأنه بقي عندنا هامش الميزانية وذا بشوف حفيت ليهم من اللي سألو هامش الميزانية دازول هامش لهوامش الميزانية ومبعدو ما يرتقوا الهامش وحنا غامقارون الهامش وحنا يا فالهامش شكر احنا انتم ممن معاناش احنا انتم ممن معاناش وقلب ديالك هذو تكتوري زي لا ما معاناش درت لي الرقية الشرعية اليو واشلش كامل ديرو بش ولي امين عمدي الحركة الشعبية لا ما تقولي الا وإن المناضلين والإراث الجنائية قللي يا المخاش الوقت لا باش ذاك شي اللي ما بغيتوش ما تقولوش لي يا محمد وزي حويش بختلفين بايدا أولا الأمان العمى هو شأن حزبي داخلي دبا ربا ما نفرقوا هذي كمهمة برلمانية تمتيلية كمتل الممتيل ديالشعب الناس كيعطوا لي ملفات كيوصلوا لي مشاكير خاصين نوصلها ربا ما نفرقوا هذي ما عنده تعالقه هذي ما عنده عالقه غتكون امين عام ديالحركة الشعبية او مش هذي مش في الدين هذا باغي تكون امين عام للحركة الشعبية طبوح كين اكيد طبوح كين غطر الشح ان شاء الله بأدن الله كتشوف نفسك الاقدر والاكفاء لقيادة الحركة الشعبية لا مش الاقدر ومش الاكفاء لان كينين المناظرين نحتهم اقدر واكفاء لغة الخشبات لا والله ما لغة الخشب اقسم لك بلا لانا غادي كون تقليص من القدر ديالهم وصبقوني في النيضاء باش تكونوا واضحين لكن شو واحد لي ما غالش يقدر يتحمل المسئولية مشي ما نيتا انه ما قادش عليها هو ما قادش عليها يعني بقناعة بفكر ما عندوش الوقت ما غاقدرش يدينه ولكي مشي بالجانب ديال الكفاءة دياله ولا المقدور ولا الامكانيات مهمتين را اتكون امين عام لا غير باش نصلح ليك هاي ديبادة اشوف عاليش هاي باش نصلح ليك هاي ديبادة العزيز اخ النوش اذا كن كي اسمعكش تقول له قادش يقول لي عواشر بروكا بصواب بزلا فعيد مبارك معلوم عوالي شو ما تخشت بها مبارك واحنا كنعرفوش شنو كنديرو ساديرا غادي دمز معك نختلف معك فكرين وغادي نطقاتل على حقك في الاختلاف ما تكونش غالط ساديرا حزيز اخ النوش مرصيد رئيس الحكومة صادق وكوكين للأكل تقل ديرو الاحترام قادش يقول لي عيد مبارك سعيد ويجب أن تتعلم الإقاع لعمل لك لأنه كان لحد الساعة غير مقنع وكنت أتمنى أن تكون مجرد الدهشة البداية وأنه يحاول يتدرك شيء مستقبلا أسماء أغلاله وعمدة الرباط أسماء أغلاله أيضا صديقة كنت أقول لك لماذا لأني كنت أشاركت معي عضوا في المكتب كنا جميعا راوي لها لخمس سنوات ويبعا أسماء أغلاله وقد قدرت واحدة تصريح لأبو خرر والتي كنت سألت عليه لأنها فعلا كنت سألت عليه وزيرة الانتقال الرقمي لأن ذلك تصريح الذي هضرت على واحد الظاهرة عندها في الجماعة والتي فعلا زعزعتنا وخلتنا أن نشاهده يمكن أنه لا يوجد دواهر أخرى في المغرب فكان سؤال السيدة وزيرة الانتقال الطاقي الذي لم يجب أن يكون في الانتقال الرقمي الذي لم يجب أن يكون في الانتقال والتي تكون في الانتقال رقمي ونرأى الانتقال الرقمي وستسيطة على مكان فعلا أبدأ العناوين فيها ولكن المهدي من سعيد وزير الشباب المهدي بن سعيد وزير الشباب الشاب وكتش ليه صادق لا 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 ما يلوك هي صادق قريب هل فرق وكنا نعتبره بأنه شاب نشيط كانت منه له كل توفيق في المهم دياله وبغيته فعلا يترك البصمات لأنه يبقي عقل واحد نار سوى لي واحد سؤال واليوم سنردو له كان قل لي استمشرنا خيلا بشب على رأس الوزارة وكنا كنا نتدره كنا كنا نتدره ها هو جاليها اليوم كان قل لي استمشرنا احنا شوف احنا فعلا استمشرنا ومعنش لقدر نحكم عليه دبا بالضبط هو يا لأنه مكانش على رئيس حكومة ولا كتا علاقة القطاع التي تتبث المواطنين ولو انها لتاقيه له اهمية ولكن لي وكننا نتدره على الاولويات وكننا نتدره على تجيب المواطن وكان درها يحويش ولكن الوزارة التي على رأسها فهي انتدره وزارة اموة وكنت لدي كل توفيق وكل نجاح شئو اضع الردوان عن ذلك؟ يم في الحقيقة كنت خيارتيني كنت ايقول لك ردوان كنت نشكرك على الدعوة وعلى الاستضافة وبدأ بالكوة الحاجة اليوم عجبتيني يعني ايش نعجبني فيك اليوم رضوان اليوم ما شفت رضوان الصحفي والإعلامي رضوان المواطن لان ايضا بلا ما تشعر كنت تقسم معي الحرقة دي للمغاربة بطريقتك الخاصة لان كنت تلك الابتسامة اللي خرجة والضحكة اللي خرجة من القلب فعلا 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 قبل ما جيدرت البلاي بتسامية درعك شكرا انتكون فقط ضيف ونصدور محتر خم يتقالي لك هاي المزان بيتقالي كنتي معانا بدون لغة خشب استعملتيها ما استعملتيهاش لحكم من غرفة الفار كريم نيتسي غيقلية من بعد المستمعين والمشاهدين شكرا شكرا كريم نيتسي شكرا اسماعيل روحيح حوارتنا دائما بدون لغة خشب بدون مواد حافظة روفي عدل جزا شكرا